خبر الحقيقة مهم عن أحد اللعيبة المميزين جداً اللعيبة المصريين اللي بلعبوا في أوروبا وقلت لحضراتكم عمر مرموش عمر مرموش اللي بينجح في التسجيل مع فريق فرانكفورت للمباراة التالتة على التوالي في البوندزليجا مبارح كمان عمر مرموش بيسجل هدفين في فوز فرانكفورت على يونيون برلين بسلاسية نظيفة قال مرموش في تصرحات للموقع الرسمي للنادي أنه أنا أعمل كثيراً على تطوير مهارتي وأريد التواصل في التحسن في الأداء الحقيقة تطور بشكل جيد جداً والحقيقة عمر مرموش الحقيقة بيقدي بشكل أكتر من رائع سواء يحمد على مستوى النادي على مستوى كمان المنتخب لما ييجي بيكون لي كمان دور مهم جداً جداً وعايز أربو تدود بمالك اللي بيلعب في الدنمارك وزي ما قلتلك عمر طلع ما كانش حد بيدور عليه بالعكس كان بيتعرض لسخريات بالضبط يعني أنت فاكر الفترات اللي كان الناس بيتكلم كمان على عمر إيه ده إيه اللعيب دوت ولعيب غير مناسب الحياة بيقدي في الدور الألماني بشكل أكتر من رائع تتذكر طبعاً يا كابتن مطلع الموسم لما قلنا أن فرانكفورت تحديداً بعيد استغل عمر مرموش في أماكن متقدمة من الملعب أكتر ما كانش بيباس وينج وقلنا أن ممكن احتمال كبير جداً لحصيلة تهدفية المرموش السنة التي تزيد لأن توظيفه كان مع فولفوسبورج أو مع شتوتجارد دايماً أنه هو لعب جناح بأدوار كتيرة في الملعب دفاعي وهجومي وكان بيعمل ده بامتياز وإلا ما كانش فرانكفورت إداله الفرصة دي مع أنه أرقامه على صعيد الجناح السنة اللي فاتت ولي قبله ما تقولكش أنه جناح غزير الإنتاج التهديفي ولكن كان متشاف في حاجة أنه فعلاً يقدر يلعب في أماكن متقدمة من الملعب حالياً مرموش بيلعب تسعى صرف حالياً الأسبوعين اللي فاتوا بيلعب تسعى بيلعب مهاجم صندوق بس مش مهاجم لما يبقى مهاجم الصندوق في رجله كورة ويعرف استلم ويلف وجسمه واتكلمنا برضو تنقطة القوة الجسمانية أول جولة مرموش واخد باله السنة دي أكتر وقت من بنيته العضلية لأن مرموش كان من مزايا كجناح برضو وخفيف وكده بس التوظيف الجديد مع فرانكفورت محتاج قوة عضلية كتير لأن الالتحامات في البندس ليجا أنا بشوف أنه تاني أقوى دوري في الالتحامات بعد الدور الإنجليزي من حيث السرعة ومن حيث معدلات الجاري ومعدلات الأداء الدور الإطالي ممكن يبقى طف في التدخلات الدفاعية بس كلها متحصرة في منطقة الجزاء أما الدور الألماني عنده سياق بدني عالي جدا فمرموش حالياً ميساهم في الجنب 15 السنة دي ولسه الدوري تقريباً في تلتو الأولاني وده بيقولك أنه يقدر يروح آخر السيزون لحاجة تانية مختلفة تماماً مرموش كان أفضل لعب شاب في الدور الألماني وما كانش حقق ربع الأرقام دي في موسم كامل إحنا بنتكلم دلوقتي أنه مرموش عنده فرصة جيدة جداً جداً بالموسم ده أو الموسم التالي في فرانكفورت أنه فعلاً يحط نفسه في كاتيجوري سي أو كاتيجوري بي في اللعبة الأوروبية وأنا عايز أشيل بيك كمان يا أحمد ساعت ما سألتك على الدوري الإنجليزي ينتقل ولا لأ قلت لي لأ لسه شوية وكان الخطوة المميزة جداً ده عن لسانك أنت قلت فرانكفورت من الأندية والطبيعي أنه يكون موجود في الدوري الألماني لأنه عنده القدرة أنه كمان يطور نفسه وإذا الحقيقة طور نفسه تتكلمت على القوة الجثمانية كمان دلوقتي خلي بالك على مستوى السرعات عمر مرموش رقم 7 على مستوى أسرع اللاعبين على مستوى البندزليجا برقم كويس جداً جداً يوصل تقريباً 32 كيلو متر في الساعة رقم 35.5 ده رقم كبير قوي عنده السرع وعنده القوة وكمان طور نفسه زي ما هو ما بيقول في الأداء الهجومي على مستوى التهديف على مستوى التواجد جوة 18 طوب مولر كمان المدير الفني بتاع فرانكفورت الحقيقة بيشيد به بشكل كبير جداً وبيقول أنه هو بتحسن بشكل مباشر وكمان بيقول يعني على لسان طبعاً طوب مولر بيكلم عليه بشكل أكتر من رائع وبيقول أنه عنده قدرة كبيرة جداً جداً على تسجيل الأهداف بشكل أكتر من رائع وعنده كمان قدرة على تحسين أداءه داخل الملعب سواء على مستوى التدريب أو على مستوى المباريات وبالتالي نكسب بقى إزاي عمر مرموش مع المنتخب هي السؤال دايماً الناس بتسأله طب هو مش كده ليه مع المنتخب هل يمكن توظيفه دلوقتي بشكل مختلف وإحنا دخلين كمان على تصفيات كاس العالم شايف أن بداية مرموش مع فرانكفورت بتحل مشكلة كبيرة للمنتخب مصر اللي هي المهاجم رقم 9 أنا مش عايزه أستبدل مصطفى بس أنا عايزه هو يبقى هو ومصطفى هم رقم 9 بتاع المنتخب بوجود محمد شريف مثلاً أو بوجود العنصر الثالث إن كان محمد شريف أحمد ياسر ريان كوكا أي عنصر ثالث ولكن لو جينا بنقول اتنين مهاجمين دلوقتي رقم 9 في منتخب مصر هيبقى عمر مرموش ومصطفى محمد على نفس الدرجة ليه بقول لحضرتك كده كمان يا كابتن؟ لأن عمر مرموش ما كانش مستغل كجناح الاستغلال الأمثل في منتخب مصر لأنه في البوندسليجا عمر مرموش اللي هو وعي على البوندسليجا يعني عمر مرموش كل الماين سيت في حياته بوندسليجا ده حي فهو عايز يبدأ من وراء أوي الجناح في البوندسليجا اللي ما بيخوط باير نميونيخ بس اللي تلاقيه في الجناح بيبدأ من الثمانتاشر ولكن بقية الفرق بتجيب من وراء أوي صحيح في عين إن الجناح التاني اللي هو محمد صلاح بياخد مواقع متقدمة في الملعب فبيتطلب من عمر مرموش مجهود بدني كبير جدا طول المرش وساعات بيبعدوا عن الثمانتاشر لأ أو بيوصلوا الثمانتاشر بس بيكون تار مفتقد اللمسة بالضبط مفتقد اللمسة اللي بيحصل دلوقتي إن انت بتدي فرصة كاملة لتريزيجي اللي يلعب في المركز ده بدون أي منافسة وتريزيجي عرف يعمل ده لأنه عارف بيعمل ده من أيام ما كان صغير في الأهلي بيعمل ده في الأهلي بيعمل ده في أستون فيلا بيعمل ده في قاسم باشا بيعمل ده في أين در لخت دي وظيفة تريزيجي إنه بيدعى موسط الملعب بيكون رابع موسط الملعب وبيكون تالت مهاجمين وبيعرف يحفظ على لمسته في الأمطار الأخيرة فلما تقول إن المركز الوينج في تريزيجيه وفي رمضان مثلا أو في أحمد عبدالقادر لما يستعد مستوى إن شاء الله فخلاص أو حسين الشاحات لو موجود الماء أو زيزو لو تم توظيفه في الجنب ده أو الجنب ده بس عمر مرموش توظيفه كتسعة مهم جدا في منطقه مصر طيب إنت تتكلم لو بيلعب جنب مصطفى محمد إنت بتقول إنه يبدأ مع مصطفى محمد يبدأ أو مصطفى ريح أو هو بدأ ومصطفى ريح بس هو خلاص دول الاتنين المهاجمين بتوع منطقه مصر عايز تلعب أربعة ثلاثة واثنين واحد وتسيب سترايكر واحد منهم تمام عايز تلعب أربعة ثلاثة لسطحية وتلعب واحد تمام عايز تلعب صلاح تحتهم واثنين قدام لو عايز تكسف الضغط أو تلعب على أوفرات أو تدي فرصة يعني بيقدم حلول يعني في حلول بتبقى لو عادي تتفكر أنت يعني لو فكرة يا كابتن الخصم لما يبقى مستسهل أو اختياراتك عارف أن انت خلاص ناس دي عندهم سترايكر واحد بقى لهم ست سبع سنين بيلعبوا بيه فكل التغييرات اللي هتحصل هتحصل فين في صلاحه ولا تريزي جيه في صلاحه ولا مرموش ثلاثة خط النص هيبقى فيه مين هيبقى فيه أمام عشور ولا زيزو إنما أنت لما يبقى عندك قدرة زي أيام الجيل الزهبي كنت تقدر تلعب بسهولة جدا باتنين سترايكر وتسيل وتلعب بواحد وتلعب باتنين وتحتهم محمد زدان اللي هو سترايكر فهتلاقي نفسك بتلعب بثلاث سترايكرات اللي عمق دسمه عمق في التشكيل أنا أعتقد عندنا الفرصة أنك مش هقول نجرب لكن عندك فرصة هتلعب قدام جيبوتي هتلعب قدام سيرليون على المستوى الفني مش عدم احترام للخصم لكن ممكن ودك جدا إنك تجرب دو تلعب مرموش ومصطفى محمد ونبدأ نشوف الشكل شكل مختلف جديد لأن الحقيقة يعني عشر مباريات لمرموش بيسجل ست أهداف عدد كبير جدا من الهداف في بداية سيزون لا وبدور المؤتمر وكده ده يسجل بشكل أه وصل وصل وهدفين في دور المؤتمر وهدف الفريق في البوندس ليجا